طيب خلينا نروح لزاملنا أمير هشام ألف مبروك يا أميرو ألف 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 مليون مبروك يا كابتن يسام بس مين مدايقك بس في يوم زي اللي لا لا بالعكس ده مبسوط وفرحان ده بالعكس ده أنا قدي إيه مبسوط وقدي إيه فرحان لأنه اليومين تلاتة أنت كنت حاسس بالضغط وأنا عارف أن أنت كنت حاسس بالضغط اللي موجود على نادي الأهلي وعاكبت الخطيب وعلى المهندس خالد وعلى الأساس طارق وعلى ميتسو مسماني وعلى كل اللاعبين اللي موجودين وعليك أنت شخصيا والمسجز اللي بتجيلك والحاجات اللي بتجيلك وكل واحد في الفرقة وإنتوا فرقة تعبانة وإنتوا فرقة مش عارف إيه وإنتوا فرقة إيه وإنتوا فرقة إيه وإنت يا مسماني فاشل وإنت يا خطيب فاشل وفي الآخر أدي المحصلة أدي الفشلة بيعمله إيه أدي كابتن محمود الخطيب بيعمل إيه أدي ميتسو مسماني بيعمل إيه امير هشان بيعمل ايه. فيش حاجة مزع لاني بالعكس. هو الاهلي يا كابتن اسلام مختلف. الاهلي مختلف عن اي نادي. الاهلي فعلا فيه روح مختلفة. الاهلي منظومة مش موجودة في مصر. في يعني في اندية كبيرة وفي كل حاجة. لكن الاهلي بثقافته بعقليته بمبادئه بقيمه. كل الحاجات دي اساسيات انت بتطلع عليها بتوصل لمنصات التتويج. بتوصل لمراحل محدش بيعرف يوصلها. هو ده النادي الاهلي. حتى في ظل اصعب الظروف. واصعب العقبات اللي بتقابلك. وكل حاجة ضدك. ظلم واقع عليك من الفيفا. تعرض المواعيد ما بيننا كاس العامل الاندية بتوصل المواع افريقية. اصابات لعيبة مهمة جدا جدا جدا. لكن اللي موجودين بيكسبه. الموجودين بيفرح الجمهور. اللي يستحق يفرح. فهو ده النادي الاهلي. في الف الف مليون مبروك طبعا للناس كلها. بصراحة يا كابتن اسلام يعني من ضمن السفريات الصعبة جدا بظروفها. بكل ما يحيط بيها. بكل ما تعرض لي الفريق. لكن الواحد كان شايف حماس عند اللعيبة. وفي نفس الوقت يا كابتن اسلام. انت شايف حماس وشايف روح. اوكي. بس كنت بقى. الواحد كان بيقعد يفكر. احنا برضو نقصين كتير. الموضوع سيبقى صعب يا جماعة. لكن فعلا فعلا. الاهلي عنده رجالة. الاهلي عنده لعيبة. فعلا افضل لعيبة في افريقيا. فطبعا سعادة كبيرة وفرحة كبيرة. والسعادة المرة دي اكبر من كاس العام. انا كنت موجود في كاس العام. فاتت في قطر برضو مع الفريق. لكن المرة دي الفرحة اكبر لان الظروف كانت اصعب بكتير. مش مجرد اصعب بس. الظروف كانت اصعب بكتير. فهو ده النادي الاهلي وهي دي روح لعيبته. وهي دي ثقافة الاهلي اللي دايما بتنجحه. هو الاهلي ما بيكسبش يا كابتن اسلام كده بالصدفة. يعني لو بالصدفة يبقى احنا بالمجموعة دي بالعيبة الغيبة دي ما نكسبش. الاهلي بيكسب عشان هو بيسيستم اموره بالشكل الصح. بيمشي في الطريق الصح. عنده حاجات وسيستم معين ما ينفعش يتكسر. فانت لما هتمشي صح اكيد ربنا هيكرمك وهيجب لك اللي انت نفسك فيه. ولسه الجميل يا كابتن اسلام برضو. انا بحاول اقول لك كل اللي بيحصل. وكل المشاعر اللي موجودة بصراحة هنا في مقر اقامة الفريق بعد العودة وبعد الحصول على الميداليا البرونزية. الجميل هي الناس كلها بتتكلم في ايه. الناس كلها بتتكلم ان احنا احنا من يفرحانين بالبرونزية. بس احنا كن نفسك نجيب اقل تأدير ميداليا فضية. ميداليا لون تاني. على حد تعبير مستر بيتسو مستماني تحديدة. اننا كن نفسي جيب ميداليا لون تاني. بس احنا كانوا الزروف صعبة. فالمرحلة اللي احنا وصلنا لها دي حاجة جيدة جدا فبالتالي انا بقول كده لان الناس بتتخيل ان الدوافع عند العيبة النادي الاهلي بتخلص بمجرد بطولة او انجاز زي ده لا طبعا ده الدوافع بتتجدد الدوافع بتتخلق من جديد انت بتفكر ان انت ايه انت عايز تيجي السنة الجاية تاني انت عشان تيجي السنة الجاية تاني لازم تكسب افريقيا فبإذن الله ربنا وفاك وتاخد افريقيا ولما هتيجي بإذن الله السنة الجاية وانت كمان كامل عن كده بكتير وبتدعمات اكتر بإذن الله اقل تأدير برضو هيبقى مؤفرة النهائية ودينا شوفنا النهاردة بالميراس مع تشيلسي بالميراس كان ممكن يكسب البطولة ليه لا الاهلي مقدرش ياخد كاس العامل الاندية هو ده الحلم وهو ده الطموح اللي بيفكر فيه كل الاهلوية فطبعا حالة كبيرة من السعادة والبهجة وكلنا موضطين وبصراحة الواحد بيحمد ربنا على نعمة الاهلي الاهلي فعلا بيفرحنا جدا جدا يا كابتن اسلام أنا الحمد لله طول حياتي بفرح مع الاهلي نادر لما بنزعل بالمناسبة يعني خلينا أشكر والدي ان هو خلاني أهلاوي على الهوى أنا بشكره ان هو خلاني أهلاوي كلنا بنشكر أباعتنا الحقيقة كلنا بنشكر أباعتنا فكلنا بنشكرهم طبعا فأنا بشكره شكرا جزيلا على الهوى بصراحة الرجل كان بيشربني الاهلي وانا عندي خمسين فبشكره